أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الأدوات المنزلية الحديثة فيديو النهاردة فيديو مميز جدا 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 هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدروا تحصري على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة أشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو ولو انت أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتبعي قناتي أتمنى أنك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله ولو الأدوات اللي بالفيديو دي عجبتك أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معنا بالفيديو ده وهنشوف ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر نستفيد منه ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر إن انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لأدوات ولوازم التنظيف تقدر إن انت تثبتيه عندك على حنفية حود المطبخ وتنظم عليه مختلف أدوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى في حامل تقدر إن انت تنظم عليه فوات المواعين بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدر إن انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار أو كل اللحوم أو الصلطة أو أي حاجة انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو هيعتبر مكتبي يعني تقدر إن انت تستخدميه في الشغل أو على المكتب وقت الدراسة بحيث إن المشروبات بتاعتك تفضل سخنة يعني لو أنت عاملة كوباية شاي أو نس كافية تقدر إن انت تثبتيها على الجهاز ده وهي بتفضل سخنة مش بتبرد بسرعة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر إن انت تنظمي فيه السوسات أو التوابل أو الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر إن انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزيها وطبعا تقدر إن انت تثبتيها عندك على الرخامة أو فدلاب المطبخ هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مفرامة الخضار طبعا طريقة استخدامها سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض الأداة دي بيجي معها كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر إن انت تقطعي من خلالها مختلف أنواع الخضار بأشكال كتير قوي بعد كده هنشوف عندنا الفرشة الصغيرة اللي تقدر من خلالها تسلك بيها فتحات حنفيات الدش الصغيرة اللي بيبقى صعب عليك إن انت تسلكيها وكمان تقدر إن انت تنظفي بيها سماعات الموبايل وسوكة الموبايل عندك وهنا بقى عندنا منظم تقدر إن انت تثبتيه في الدولاب وتنظم عليه الشربات أو الملابس الداخلية واستخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر إن انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه أدوات ولوازم المطبخ زي الصوسات أو الشوك أو السكاكين وكمان تقدر إن انت تنظم فيه ستة أنواع من التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنشوف عندنا الأداة دي مخصصة لتقطيع الموز على شكل شرايح بشكل متساوي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع السدلبية أو السنبوستة أو القطايف وتقدر من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدر تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده هنشوف عندنا ممساحة أو إسفنجة تقدر إن انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا إنك تنظفي بيها كل الأسطح أو الأجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة وهنا معينا ممساحة مميزة جدا طبعا الممساحة دي تقدر إن انت تعصري منها كل المية والأوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده ترجع إن انت تنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وأكتر حاجة مميزة في الممساحة دي إنها عندها كدرة عالية على انتصاص السوائل بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علا تقدر إن انت تنظمي جوه التلاجة أو برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده معينا منظم الأحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر إن انت تنظمي بيه مختلف الأحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيساعدك إن انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر إن انت تنظمي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك إن انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظمي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف أشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر إن انت تعملي أي شكل من أشكال المكارونة اللي انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للعصير تقدر إن انت تنظمي فيه ثلاث أنواع من العصير اللي انت بتفضليه وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وتقدر إن انت تنظميه عند جوة التلاجة أو بره التلاجة دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لأدوات ولوازم التنظيف تقدر إن انت تثبتيه عندك على حنفية حود المطبخ وتنظم عليه مختلف أدوات ولوازم تنظيف الموعين وهنا معانا مجموعة من كتع تثبيت الستاير تقدر إن انت تثبتي بها الستاير بالشكل ده وطريقة تثبيتها بتكون سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر إن انت تثبتيه على كدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها فرش الأسنان ومعجون الأسنان ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر إن احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا بقى الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنتي عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنتي عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي تعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهارد عليكي في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليل شكرا 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 شكرا